بعد فرنسا ألمانيا تصدر مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامي بتهمة فساد مصدر القضائيون لبناني قال أن ألمانيا أبلغت أو أبلغت لبنان شفهيا بصدور مذكرة الاعتقال بحق سلامي فيما أكدت رويترز أن المذكرة تتعلق بالفساد والتزوير وتشكيل عصابة لتبيض الأموال والاختلاس كيف ستتطور القضية في قادم الأيام كيف ستتحرك الجهات اللبنانية الرسمية تجاهها نظم لي من بيروت الكاتب البحث السياسي يوسف دياب أهلا وسهلا بك إلى غرفة الأخبار سكاي نيوز عربية برأيك بداية لماذا تصدر ألمانيا مذكرة توقيف أخرى للإنتربول بعد فرنسا هل هو سباق أوروبي على من سيعتقل محافظ البنك المركزي اللبناني الذي يعني وضعه الآن عليه غموضه علامات استفهام كثيرة وهو في مركزه في لبنان يعني على رأس البنك مساء الخير أستاذ يوسف طبعا يعني السلطات القضائية الألمانية كانت شريكة في التحقيقات التي جرت في بيروت على مدى ثلاث جولات ماضية وكانت تغوص في كل الملفات وكل المستندات المتعلقة برياض سلامي لا شك اليوم أن هناك سباقا بين القضاء الأوروبي قبل أيام بدأ من باريس بإصدار مذكرة توقيف بحق رياض سلامي من القاضي أود بوريزي اليوم صدر أيضا مذكرة توقيف من مدعي عام ميونيخ وطلب من لبنان شفهيا أن يتبلغ بهذه المذكرة على أن يرسلها عبر الانتربول في الساعات المقبلة لا شك اليوم أن هذه التطورات المتسارعة تلقي بحمل ثقيل على القضاء اللبناني وهي تربك القضاء اللبناني إلى حد كبير باعتبار أن لبنان لم يكن متهيئا لمثل هذه الإجراءات القضائية لا سيما أن بيروت سبق وأن فتحت ملفا قضائيا لرياض سلامي وهو الآن عالق أمام قاضي التحقيق في بيروت وكان يراد لهذه الإجراءات أن تقطع الطريق على القرارات الأوروبية لكن يبدو أن الأوروبيين مستعجلون إلى حد كبير بتظهير الجرائم المنسوبة إلى رياض سلامي لتضع يدها على هذا الملف لأكثر من اعتبار الاعتبار الأول أن القضاء الأوروبي يعتقد أنه عندما يلقي القبض على رياض سلامي أو يخضع رياض سلامي للمحاكمة هذا يعني أنه لا غطاء فوق أحد في المؤسسات الدستورية والمالية والرسمية سواء في فرنسا أو في لبنان أو غير من الدول مسألة أخرى أن رياض سلامي لديه جنسية فرنسية وانطلاقا من هذا المعيار السلطات الفرنسية معدنية بتسريع محاكمة لكن لا شك اليوم أن القضاء اللبناني بات يعتبر القضاء المستضعف يعني بالطبع بدون تعاون الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني لا يمكن للمانيا أو فرنسا طالما أنه سيد رياض سلامي في لبنان لا يمكنها أن تفعل شيئا لكن ماذا عن من يطالبونه بالاستقالة هو لم يبقى لديه الكثير حتى في مهمته حسب الدستور لكن هل الفراغ هو الحل؟ يعني هل إذا استقال رياض سلامي سيكون هذا أفضل لصالح القضية ما الذي يمكن أن يفرق لأنه هون هذا الموضوع مطروح سياسيا خصوصا أنه هناك من يقول أنه فرنسا تريد أن تضغط على بعض الأطراف بورقة رياض سلامي في الملف الرئاسي في ملف اختيار رئيس للبنان يعني أولا بمسألة استقالاته هي لا تؤثر في تسريع الملاحقات القضائية ولا تؤخرها نحن نعرف اليوم بأن مجرد أن تحركت الدعوة القضائية في بيروت وأحيل الملف على قادي التحقيق هذا يعني أن لا حصانة سياسية أو أمنية أو قضائية على رياض سلامي بالنسبة للقضاء الأوروبي أيضا هو سبق وحرك هذا الملف قبل عامين ولم يأخذ بالاعتبارات المصلحية للمالية اللبنانية لذلك هو بدأ بالإجراءات القضائية لا أعتقد اليوم أن إقالة رياض سلامي أو استقالته يعني أنه سيجرده من صلاحيات أو من حصنات كان يتمتع بها أعتقد أن سلامي يبقى أمامه حوالي أربعين يوما في مهمته لكن بتقديري اليوم أن السلطات السياسية اللبنانية هي المربكة لسببين السبب الأول إذا أقالته اليوم لا بديل لمن يحل مكانه والمشكلة الأخرى إذا بقي في منصبه وانتهت ولايته في آخر شهر يوليو المقبل هذا يعني أيضا كما تفضلت وقلت في السؤال أن الفراغ سيكون سيد الموقف وبالتالي المؤسسة المالية اللبنانية أو من يدير المؤسسة اللبنانية المالية سيكون خارج القرار المالي هذه المرة وأعتقد أن موضوع الانهيار المالي سيتسارع الدولار سيكون أمام تفلت واسع وسريع إلا إذا حصلت تطورات سياسية أفضت إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة ومن ثم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان لكن أعتقد أن هذا الأمر أشكى بالمستحيل بسبب العقد السياسية التي تحولون إنجاز كل هذه الاستحقال هنا هذا السؤال صفقة رياض سلامي لأنه تهم معظم السياسيين في لبنان يعني الرجل لن يسقط وحده كما يقال وبالتالي فأي صفقة تركيب رئيس وحكومة لا بد أن تمنحه نوع من الحصانة هذا ما يعتقد هكذا ستصير الأمور برأيك باختصار أولا بتقديري أنا المنظومة السياسية في لبنان هي معنية أكثر من أي أحد آخر بحماية رياض سلامي لأنها تعرف تماما أن رياض سلامي هو خازن أسرارها ورياض سلامي اليوم يشبه بالصندوق الأسود اللبناني لأنه يعرف كل مكامن الفساد في لبنان هو طبعا جزء من منظومة الفساد لكن الفاعل الأكبر أو المحرك الأكبر لها هي القوى السياسية التي أمعنت في الفساد على مدى ثلاثة عقود وربما أكثر لذلك أنا أعتقد اليوم أن القوى السياسية اليوم هي خائفة إن انتهى وضع رياض سلامي إلى الملاحقة القضائية أو ذهب إلى بيتي وهي خائفة أيضا إذا عين شخص آخر غير رياض سلامي لأن أي عملية تدقيق أو أي عملية محاسبة جديدة في مرحلة لاحقة أو بعد العهد الجديد سيكشف الكثير من مكامن الخلق والخلل والفساد في الإدارة اللبنانية لذلك أنا أعتقد اليوم أن المنظومة السياسية معنية أكثر من غيرها بحماية رياض سلامي لأنها تحمي نفسها وإذا اليوم ما قدر لرياض سلامي أن يخرج إلى الخارج ويمثل أمام القضاء الأوروبي أعتقد أنه يهدد بتدحرج الكثير من الرؤوس الحامية في لبنان لكن لا أعتقد أننا سنصل إلى هذه المرحلة أعتقد أن الحماية في لبنان ستؤمن لرياض سلامي حتى الرمق الأخير شكرا جزيلا لضيفي من بيروت الكاتب والباحث السياسي يوسف دياب شكرا جزيلا لقد ربق على القضاء